الحيوان المسروع تكون أحسن من الحيوان المسروع لأن الحيوان المسروع يسترسي وعندما يسترسي الحيوان يتدخل الحيوان المسروع المطالب الخاصة تكتبنا قبي معروفة هي أولا القدرة الشرائية المعروفة لأنهارة القدرة الشرائية وركوشتوب توجد وليساليرت علي زونسينيون دايما هما الأخرين لأنه كنقول قطاع التربية لا أتكلم إلا على الأسد لن تكلمو أحتاج العمال المهنيين أعتناش الحق أننا ننحيو الدرس ولا نخليو الدرس هذه الدروسة هي مهيكلة منظمة مبنية على أجاز أنها تستهدف بجموعة من الكفاء الزباطور اللي عندنا في الجزائر ما زل ما عندهمش هذا التكنولوجيا هذي رانا نذبحوا بليد عندنا الزباطور اندوستريال الججاجة تجوز معلقة فلاش نذباطاش مبسطح اللي يذبح هو إنسان يشد الججة بالرأس يسمي ويعطيها بالموس مسؤولين ولا شبتان رسپنسابل يريدون الأشخاص لهم يريدون أن يشعرون الكلام مثل هذا يجب أن يكون المسؤولين كم أعطيها كم أعطيها يوجدون الأشخاص يوجد درسللي يوجد مدعوات أحضر لأنها أنا أسأل تتعبج من المدعوات المستورة ومن المستورة ومن المستورة يقري تلميذ سنة أولى نحن كان نقاب نقاب نحن تعناعنا لأسنطين نقاب الوطن العمل طربي نحن طالبين مثلاً مساوات أو تسوية الشهادة أو تسمية الشهادة لكل أساتذة يمكن للتلميذ استغلال والمسؤولين على المستوى المؤسسات استغلال أمسية يوم الثلاثة استغلال صباحة يوم الثبت يمكن استغلال اليوم تكويني لأنه اليوم تكويني لنصف يوم تكويني لكل يكل مفتش قال حاجة الإحلال ماشي جيفة والمصالح البيطارية راه هنا تصهر يعني كل جاجة لما تبحثوا هي حية نخرجوها مراشا نضباطها نديرو بعد ما يديروش دونك يبدلوا الأوراق النقدية هذه حاجة مليحة ديجا 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 نقدرون جبدو شوية من دراهم تعلم فورمال مرطالبين كتكتنا قابل اللقاء مع الحكومة ولماذا لا مع الوزين الأول ونعطيه له كل المعطيات نحن نطالب لقائه ونحن نطالب لقائه لحل المشاكل هذه لتتعفل أكثر المؤسسة عندها إمكانية كالمدرج مثلا هنا نظم فوج أو فوجين أو ثلاث أفوج في مدرج واحد ويقدم لهم نفس دروس دايمية نعم دروس دايمية هذه النقطة للصرع والتدويخ للصرع والتدويخ القانون الحالي المنشور الوزاري المشترك بين الصحة مصالح وزارة الصحة وزارة شؤون الدنيا والأوقاف وزارة الفلاحة هذه النقطة للصرع والتدويخ رح هي موجودة ومسبوح بيها نفهم نفهم شوية من غرض تشك من ذاك يرجعك تشك من ذاك لذلك تضرب مصداقية الدولة المسؤول كي يهضر لازم يوزن كلامه لازم يعرف واش يقول مشاهدين الكرام وصلنا إلى نهاية عدد اليوم في الأخير ما بقى لإلا نقول لكم أدام الله عز الجزائر حفظ أمنها وسترى شعبها بداية أسبوع موافقة للجميع إلى الغد إن شاء الله